أيام قبل الشهر الفضيل أسعار لحم الحمراء والبيضاء وصلت لمستويات قياسية الحكومة تتحرك لإنقاذ الوضعية وتأمر بإعفاء عملية بيع الشعير وذرة وأعلاف الحيوانات من الرسم على القيمة المضافة خطوة استحسنها مهني والقطاع إجراء اللي عملتها الحكومة هو إجراء جيد وهذا مطلب من الاتحاد ومطلب من المربيين سواء كانوا مربيين الدواجن اللي كذلك تحطموا في هذه السنة نتيجة الأسعار وتراكم منتع العمليات الكبيرة وخاصة بالنسبة للأتوات ثم كذلك بالنسبة للضرائب ثم كذلك بالنسبة لحتى تنظيم المهنة بالنسبة للشعب منتع الدواجن اللي هي فيها شعبة كبيرة جدا رغم الاستحسان الذي لقيته تعليمات جراد لدى الموالين إلا أن التطبيق الميداني يبقى الخطوة الأهم وأن لا تكون القرارات مجرد حلول ضرفية في ذل غياب التنظيم الحقيقي ونتألم كذلك عندما نشوف هذه المادة اللي هي ما قدرناش نتحكم فيها نتيجة المضاربة ونتيجة التدهور وبالتالي الشيء اللي افقدناه يعني افقدناه في التنظيم في ذي مدة سنتين حتى ولكن كان التنظيم قائم في الماضي لكن هذه قضية الدجاج وقضية البيض واللحوم البيضاء هي أولا للفقراء ولكل الناس بالنسبة للمواطنين أيام فقط تفصيلنا عن قدوم الشهر الكريم غلاء مسى تقريبا جل المواد الاستهلاكية فهل ستتمكن الحكومة في الوقت البدل الضائع في إعادة الاستقرار لبورسة الأسعار